سيد احمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي مع ايا للتعليق على الكوارث اللي بتحلب البلد على اه كل على رأس المصريين في اخر تانية واربعين ساعة. سيد احمد اهلم بك. اهلم بحضرتك. اهلا. اه 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 اتفضل اتفضل. اه اه يعني اه اه يد خلال تمانية اربعين ساعة القناة الانتراكسي اي 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 بطيب اسوت وفي ستة اكتوبر وفي المنطقة منطقة محيط مطار القاهرة خنوات اه هي خنوات العربية مسلا هي هي تزدقت الخبر انه اه مطار القاهرة اتوقف عن العمد وبعدين اه لان تعتجد حتى عن هذا الخبر طلع الوزير الباقل بصوت القناة وقال انه المطار انا في النقل بكل واحد من اه يونس المصري كان قائد القوات الجوية وعضو في اه المجلس على القوات المسلحة تلع على خنوات السبس والاقلات اه من تلات مجلل علشان يؤكد نفسه ان العمل يتمنى دي مطار القاهرة الحقيقة يعني لو ساعديني عن رأي في اللي بيحصل ده كله انا شيء يعني نفس الحواد اللي كان بتحصل من ست وسبع سنين يعني الحاجس انه حصل عند اه في السهار اه في وقت دكتور بخلاج بورس دي 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 ما دي كانل وحصل اوقلاد والراجل اعجب قاله خمس سنين في الحاجس وتحصل نفس الحاجس دي ومطار اللي جاي بقى سلطة الاوقلاد دي والانتماع بعى العزكر نفس اللي هم عاي يحلوا المشاكل القادرين على ادارة الحالة هم اللي يحلوها فبخامس سنين مشكلة جاي المشكلة دي ما تحليش اي مشكلة ومحل مشكلة الامية اللي من سنة نجريه من سنة 58 لغاية النهاردة لو دولة افريقيا تشاد عملت خطة خمسية علشان المس اللي عندها تنتهي تماما من الامية القراءة والكتابة كان زمان اللي هو شاب بتخلصنا دول جنين دول شغيرة جدا ودول يعني حديث المستجيان مش دولة جيامات مش اجرى من سنة 50 لغاية النهاردة تعد على مشكلة الامية انا لما يطلع الوزير النهاردة وعندنا عندنا كوارث متكررة يطلع الوزير النهاردة يقول لنا نفس الحادث لتالت مرة في نفس المكان بس هو الوزير قال كده ما عندوش اي حل تاني الناس دي بتهرج ولا الناس دي متحملة مسئولية ولا الناس دي اصدى اللي بيحصل لا هو مش فارق معاه الكلام بصف هو الوزير مصادر الصحابة والاعلام اللي بيوجدين في مصر اه الشعب اللي بيبارش يتحرك هديش حد يقدر يقول له لأ اه بيتم تدهيل للناس اه لفترة طويلة وتدريف اه الوزير والوعي والصحابة وكل مكانتك مش حد يطلع يتوقف عنك طبعا لما حصل لتالت مرة في نفس المنطقة اه كناب عليك المتاج من افتحالتك لو فيه يعني لو حد ما حيطلع يتوقف عنك يعني لو دهنا بسيها اه اه اعلاميين وصحفيين اه داخل سلطة الانقلاب اتجالة كده وبيقدروا كده يقولوا وعطوهم رقي وشقعان ويقدروا كلمتالت مرة في نفس المكان بأدتك لا يتصلح لانتكون في مكانك استقيم حسن والراجل اللي بقاله خمس سنين ويقول اه خلي مطر عد الدنيا ومش عارف ايه كل اللي احنا بتتسوكه هذا التدهور والانحبار السريع جدا نحو الهاوية اه ما كان هاجب عليه قبدا انه نوعد فما كانوا قدر رأسي لو فيه في مصر انهم سبعان انهم يعني يعرفوا ان الدول ما تقدمش القمر والقهر والاستباد اه البندقية والمسادة في راس كل مواطن ممكن الدول بتتقدم بالشكل ده نعم ولو هم كانوا قادرين هم دول الاساسلين العفقر مش ما ترموا السياسة السياسة للمدنيين طيب استاذ محمد استاذ احمد عفوا انا عندي نظريتين دلوقتي نظرية بتقول ان اللي بيحصل ده طبيعي دولة فشلة نظام فاشل اه وربما يكون متآمر اه على السكة الحديدة عايزي بيعها عايزي تخلص منها عايزي خص خصها فبيعمل كده البعض التاني بيقول لا ده لسه عندنا صراع اه اه اجهزة دولة والبعض بيقولك والله اروا فتحة عبدالفتاح السيسي وبيشغلوه او بيكررهو الناس فيه بالمصائب اليومية والكوارث دي الى اي النظريتين بيتميل ويريد تقول الناس ليه كان مراقب ومتابع يعني اسوه زحمد بس انا عايز اقول لك انه يعني اه اللي عاشت في مصر طول انتطر دي اديك اه بتكفر او تباوين باعمل في مدال الصحافة والاعلام لا اتابع ابدا انه يكون هناك صراع بين الاجهازة ان الاجهازة تقوم بامور ده هذا الشيء وانه فيه طوريط للنظام اه مش بس من عناصر داخل النظام ده العناصر اللي داخل النظام دي بس لي او يا اه 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 لقوة خريجية ودول ومصالح وابدلت اخبارات كبارية وابدلت بحاجات موجودة ما تشتعلينها لا اجهزة بان ولا اجهزة مخابرات ده علاقة بانها بتشوف الاعداء الخارجيين والبايد العضو البطن ده لأ اجهزة لانه الاستخبارات على الدنيا تقمع المواصف. سوريطة الاكتفية لها تقمع المواصف. عندما هي اتحافظ على عامل المواصف لأ. عامل المواصف ده اخر حاجة. عامل النظام هو يعني تشوفه عايزة اقول. انه ده اني ما ما عنديش معلومات. اه في الوقت الحالي ما بتخلصي. يعني انه هناك اه يعني اه ادينة تشير اه اه وقود صراع بين الاجهزة الفغيرة. فما ما مدارش اقول اه بسرقة لكن كل خبرتي السابقة بتقول انه بسرعة من الاجهزة موجودة. وانه ده وراءة جيت انه بكون خاصن. تاكن خليني علشان اطمئين ده وانا بتخلم المعدنان السؤالي. انه ده فاشل. والفاشل ده شيء حبيعي كنلوم الحقم العسكاري. ما لهم ادروا ده العسكر من اثنين وخلسين دي. ادروا احسن نشاكل المواطن والمطرية. لو قاعدوا سرعين سلحة اللي قاعدوه ده ده. انين لن يتحسن مستوى المواطن. ولا مستوى ما عشته وستستمر ريادي المشاكل. ستستمر حوادث القطرات خمسين سنة بس هستنولي الايمان والحراحة. لأنه نظام قائم على الفساد. لاي حاجة الفساد في اه يعني بالقوة الحقيقية. اي دفناك مثلا اه او اي مشاكل. سمع النقطة اه او اي اي مسكول كبير في هذا الفلد. واي سنضرب يدر من حديد على الفساد والموسيقين. سنقتلع جزور الفساد من هذا الفلد. عشان المواطن ياخد حقه علشان الفلد تتقدم. لا يقرأ ما تقول فيه من الوقت العلوي الكلام. ايه لانه نظام قائم على الفساد. علشان كده انا بقول انه ما احضرش النظام العساكري. ده 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 خمسين يحل مشاكل المواطن المصري. ولو عالكمان سنة. المواطن المصري الحاله لن آآ ينصلح. الحاله لن يتعدل ولن يتتحسن مستوى العيشه. مش هعيش تتقدم من اي بايد الامر مع الحال المواطن المصري مع العساكر من سيء الى اسوأ وما فيش ايه بارقة امل. بشكرك جدا لكاتب الصحفي الاستاذ احمد حسن الشرقاوي كنت اضيف عزيز علينا عبر الهاتف واعتزل للسادة المشاهدين لو كان الصوت مش واضح ولكن من المصدر.